الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقطوب عليهم ولا الضالونين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أوحل لكم ما وراء ذلكم أما تبلغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريطة ولا جناح عليكم فيما طناطيتم به من بعد الفريطة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينقح المحصنات المؤمنات فمما ملتت أيمانكم منه فتيادكم المؤمنات والله أعلم به مالكم بعضهم من بعض فانقحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن ننسف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم الحكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخرق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائل ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم الحلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من خضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكلنا جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقلت أيمانهم فهاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكتب اشتركوا في القناة الله أكتب الله أكتب الله أكتب الرجال قوابون على النساء بما فضل الله بعضهم ألا بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والذين خافون نشوزهن فعدوهن وهجروهن في المطاجع وضربوهن فإن ضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يرفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذ القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجان ذي القربى والجان الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأورون الناس بالبحر ويكتبون ما آتاه الله من قطله واعتدنا من الكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقول الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأموافقوا مما رزقهم الله وكان الله به معليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لده وجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين تفروا وعسوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكون الله حديثا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة